حدثنا الموسمي اللي دايما بيتجدد في نفس الفترة من كل سنة السنوية العامة ونتيجة السنوية العامة والتنسيق والمجموع وهندخل ايه وجب مجموع ما جابش مجموع إلا حصل طب أنا مستقبلي كده خلص طب أنا كنت عايز كلية جزا وما روحتهاش طب في كلية تانية بديلة ولا لأ هبقى جنب بيتي هسافر هبقى في أماكن تانية في جماعات أهلية جماعات خاصة جماعات حكومية كل الأسئلة اللي بتدور في الفترة دي بس فيها كمان شق نفسي كبير قوي التقبل للنتيجة إزاي ربنا قدر لي شيء وهيكون أكيد حياتي هتترسم به ما بتكونش نهاية المطاف المجموع الكبير ما بيكونش نهاية المطاف إن أنا دخلت كلية كنت عايزها هي بس وما كنت شايف غيرها ممكن ربنا يواجهك لحاجة تانية خالص وتكون بيها أحسن وأنجح الناس محدش عارف النصيب بيكون إزاي لكن إحنا بندرب نفسنا إزاي وأولياء الأمور بيدربوا كمان نفسهم إزاي في أن هم يتقبلوا نتيجة وما يكونش فيه أي نوع من الأراء كده العنيفة للطالب اللي ممكن تزعله صحيح أو ممكن تحطه في ضغوط نفسية أكتر من هو تحط فيها في سنة كده بيسموها سنة المصيرية يعني خلونا في جلسة من جلسات التأهيل النفسي نعرف تفاصيل عن كيفية التعامل مع نتيجة السنوية العامة إزاي أتقبل النتيجة لو هي مش قد مستوية إزاي أقدر أننا أخطت لنتائج أو لمعطيات أفضل بناء على المجموع لو هو مش كان في الخيال بتاعي بصحبتنا الدكتورة صفاء محمود حمودة الأستاذ المساعد بالطب النفسي بجامعة الأزر هتكلمنا عن كل هذه التفاصيل أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك أستاذ مشاهدي هل هناك من نصائح معينة نقدر رديها للأسرة المصرية لأولادنا إنهم يعني يتعاملوا بشكل منطقي وبذات أولادنا يعني طبعا يعني الأسرة في النهاية هي المظلة الكبيرة بدون أي ضغوطات إنهم يتقبلوا النتيجة ويتعاملوا بناء على معطيات أفضل مهم إن الأهالي يدركوا إن ده يوم ما بيتكررش في حياة الطالب أو في حياة ابنهم وإن الزاكرة اللي بتبقى في يوم ده هيفضل يفتكرها سنين كتير وفي ناس بتبقى في الأربعينات وفاكر يوم النتيجة بابا قال لي كذا ويفضل فاكر الجملة اللي تقالت خصوصا لو كان كلام سلبي وانت أحبطني وانت ضيعت توقعاتي وانت قسرت أملي وانت ويبقى الأب باني أحلام كبيرة وتنهدم مع النتيجة زي فمهم نبقى عارفين إن زي ما أنت عندك توقعات وأمال هو كمان عنده توقعات وأمال وإنه هو منتظر نتيجة زيك برضو فإحنا مهم إن إحنا يعني زي ما بنقول كده نحتضم بعض ويبقى عندنا مرونة بقى في التقبل شوي يعني النتيجة لو جات وحشة أو جات أقل من توقعاتك ولكن إحنا نبقى مرنين في أفكارنا فإحنا إيه الاختيارات اللي ممكن تدخلنا مكان مناسب وإيه كليات المتاحة إن إحنا ندخلها ويبقى عندنا فكرة المرونة هنا في إننا ما بقى شراسم خط محدد وواضح لحياتي وأي حيادية أو تحيض عن الخط ده يوترني ويلغبطني ويبقى الأمور كلها تشلت أنا لازم ببقى في السكة دي بالضبط ولكن الحياة نفسها بتدي اختيارات كتير متعددة طول الوقت لازم نبقى عارفين إن إحنا ما هيش خطة تقف علينا الوحدي ولازم أنا حطها وتبقى متأفلة من كل الجوانب وتتنفس بحدافرها زي ما أنا حاطتها ولكن في تدخلات إليهية وفي أقدار إحنا ما نعرفش عنها حاجة وفي حاجات في المستقبل إحنا مشوفناهاش لسه فنبقى مرنين شوية في إن الخطة تتغير طول الوقت وتتغير بالأحسن دايما لإن إحنا فيه أبشانات كتير في الدنيا ودنيا تغيرت الحقيقة عن زمان فالأهالي فكرت أننا هاخد الشهادة وهشتغل بالشهادة وهبقى ما فيش دراسة برا مصر وهم الجامعات اللي في مصر حتى مصر بقت مليانة جامعات كتير الدراسة والمنح مفتوحة طول الوقت العالم كله بقى بيتوصل طول الوقت ويقدر يتحرك في أي حتة الكورسات موجودة طول الوقت من أول ما يخلص سنوية إنه يتعلم كورسات يقدر يشتغل بها حتى بعد كده فدي النقطة الأساسية إن إحنا نبقى منفتحين على العالم وعلى التغيرات اللي حصلة ما نبقاش مربوطين بالمجموعة طيب أنا مش هدوس على زرار فجأة هغير المفاهيم أو اللي أنا تعودت عليه أو الناس تتقبل مرة واحدة النتيجة إزاي بقدر عمل التحول ده في المجتمع؟ إزاي الفكرة ده يتغير؟ من إن الناس يعني إحنا فكرة تغير في حاجات كتير قوي تغير في استعمال السوشيال ميديا زي الفقرة اللي فاتت الناس بقت بتفتح السوشيال ميديا على طول وطول الوقت وبتطلع أسرار بيوتها وحاجات كتير فنغير ده برضو بإننا نعرف معلومات يعني اللي بيعرفش إن فيه جماعات أهلية هو ما يعرفش إلا جامعة الأساسية لجامعة الحكومية الرئيسية لكن كل ما يبقى عنده معلومات ويتعلم إنه يقرأ الأخبار يتابع الأخبار هيعرف إن فيه حاجات تانية أكتر يقرأ قصص الناس النكحين يتابع حتى وسائل التواصل على قصص الناس اللي بتقدر وجود المنح الإعلانات عنها المواقع دي كلها بتدي أوبشنز كتير أو اختيارات كتير وبتوسع مدارك الناس فيبتدي نعرف إن فيه اختيارات تانية أهو نبتدي نجرب ونسمع تجارب الآخرين وده جزء مهم جدا إن إحنا نتعلم بإن أنا أشوف اللي قدامي بيعمل إيه فابتدي أمثله أو أشوف يديني يفتح عليها زي ميقولك نوافذ أخرى على العالم طيب خليني يعني أبص للجانب الأخر يعني بنسمع عن طلبة بتنتحر بترمي نفسها من نيل وبتقطع شرين أو حاجات غريبة جدا جدا في اليوم ده إيه اللي ميوصلها من حاجة زي كده يا دكتور؟ إيه اللي ممكن يخلي طالب بيعمل حاجة زي كده؟ في حين إنه هو ممكن يعدي سنوية العامة بكل بساطة إيه من سنة وعدت يعني إن انت يعني خطوة وعدت يعني مش نهاية المطاف يعني يعني حتى أغلبهم حتى بيبقوا طالبات يعني أنت ممكن تتجوز وتتعود في البيت يعني إيه اللي يخلي واحدة تعمل كده؟ كلام سليم؟ شكرا كلام سليم وهي فعلا مع إن الطالبات كتير منهم بيدخلوا كل الطب وبيتخرجوا وبيعودوا فعلا في البيت يعني تبقى يبقى المجموع وتتجوز بي على إنها الدكتورة وتقعد في البيت برضو إيه بقى اللي يخلي حد أنه يعني؟ عشان زي ما حضرتك قلت هي نهاية المطاف بالنسبة لهم هي دي يعني مسألة حياة أو موت فهي لو ما جاتش مش هقدر يعيش أنها موت وتبقى ربطة كل أحلامها وآملها وطموحاتها وكل اللي جاي هنا ومعندهاش أي مرونة ولا أي تقبل إن الحاجة تتغير ده غير طبعا الأهل وضغطهم وغير بقى التنمر الحقيقة اللي بيحصل التنمر وتلاقي الناس كلها بتتصل يومها فيه ناس بتتصل بدافع الاهتمام وفيه ناس بتتصل بدافع عملتوا إيه ده نبني عمل كذا لا ده من بالليل بقى اديني رقم الجلوس علشانها رح يجب النتيجة وبنخلتك عمل وبنعمتك والعائلات نفسها حتى لو الأب والأم متفاهمين بنلاقي العيلة كلها بقى بتضغط مش أنت بنتكو اللي شطرة عملت إيه ابنكو اللي كنتو حطين عليه وبتقول عليه الدكتور هاوصل لإيه وهكذا فيبتدي بقى في ضغط أسري وضغط عائلي على الأسرة جامد جدا وعلى الطالب جامد جدا فيشعر أن ده نهاية فعلا المطاف بالنسبة له وأن يعني زي ما بيقول كده يقرد شقي وبالعيني فبيقوم ينتحر وين هذه المقساة يعني احنا اللي بنحط نفسنا في الضغوط وبنحط الطلبة في الضغوط ها طبعا وإحنا اللي بنحط ولادنا في الضغوط طيب فكرة التفكير خارج السندوق زي ما بيقوله حضرتك قلت أني طبعا فيه كورسات فيه حاجات حرة تقدري تدريسيها فيه تخصص وممكن ما اشتغلش به بعد ما ادخله ولاقي نفسي أنا لقيت موهبة لي أو حاجة تانية خالص مختلفة وهنجح بيها واتشهر أكتر من أن أنا كنت اشتغلت في التخصص بتاعي إزاي أقدر أكتشف النجاحات دي جوايا مش بس مجرد سؤال وجواب وجبت مجموع ودرجة فبالتالي يبقى أنا خلاص شطرة لأن الشطر مش شرط يكون شطر علميا يعني عمليا ممكن شطر علميا بس عمليا مش بنفس الكافئة أيوة دي نقطة مهمة إن احنا محتاجين نركز بقى على الأصعيدة التانية يعني أنا كطالب أركز على بقية المهارات بتاعتي إن لو أنا بقى مارس رياضة أهتم بالرياضة برضو وديها شوية من وقتي لو أنا بحب مادة معينة أركز في المادة دي أكتر وشوف إيه اختياراتي فيها ولكن إحنا للأسف بنبقى ربطنها بمجموع فحتى لو أنت مستوىك وحش في البيولوجيا أو العلوم أنت هتدخل برضو طب علشان هو ده اللي بيجيب مجموع كبير هم بيدخله طب فتبقى النتيجة أنه يا ما بيكملش ودول كتير جدا على فكرة يا بيخلص الكليب العفية وأول ما يتخرج ما بيشتغلش أصلا دكتور أو يشتغل دكتور وتبقى مجموع يعني أداءه سيء في السوق وأداءه مش اللي كان متوقع عشان ما كان شحيب بالضبط فإحنا محتاجين نساعد ولادنا بقى بإن إحنا برضو نفتح نافذة على العالم تاني من إنه هم يشوفوا نجرب كورسات في الحاجات اللي ممكن تشدنا نجرب نمارس الحاجات بالضبط لنزي حاجات المفروض نبقى عارفينها أورجيدي وبعدين لما يجرب الابتدائيات بتاعتها أو الكورسات البسيطة في الأول لو لا أن فيه هو بيقدي فيها كويس والسوبرفايزورز بتاعته أو الدكاترة اللي بيدرسوله أو المدير الكورس لاقيه كويس بالضبط يبتدي يشجعه فنلاقي إنه هو الحتة دي كويس فيها ويقدر يقدي فيها ودي حاجة هو ما كانش يعرف عنها أي حاجة خالص وما كانش يعرف إنه ممكن يبقى عنده فيها موهمة ولكن لما يجربها لأن الأمور ماشية فيها كويس وبقى إنه عفت تلانت فيها أو عنده مهارة فيها ويبتدي يكمل فيها وطبعا سوق العمل اتغير برضو دي حاجة مهمة جدا لأن زكاء الاصطناعي وكل حاجة دلوقتي يرقمنا فبالضبط سوق العمل اتغيرت خالص عن زمان ده يقلينا نقول كمان احترام الرغبات بالنسبة للطالب وميوله دي حاجة مهمة جدا إن الأهل ما تحققش أحلامها في ولادها ما يبقوش مستنيين إن ابنهم يجيب المجموع عشان هو كان نفسه يبقى دكتور أو يبقى مهندس فيحطه في كلية ويبتدي يضغط عليه والولد لقى إمكانياته تسمح له وجب مجموعة ولكن إمكانياته ما تسمح له ولف عنده شغف في الموضوع أصلا فنلاقي إنه هو بقى موظف في الآخر وبقى اقتايا ومش حاسس إنه بيعمل أي حاجة بيحبه يعني أنت ممكن تبقى أفشل دكتور أو أفشل مهندس وممكن تبقى أنجح محاسب أو أنجح محامل بالضبط صح كده؟ طبعا طبعا الأهالي بقى نقول لهم إيه الأهالي اللي بيضغطوا على أولادنا بهذا الشكل العنيف بدون رحمة وبذلك فكرة المقارنات وأنا بتكلم هنا كمان عن العائلات الكبيرة اللي هو بقى فيها ثلاثة ربعة خمسة أولا بص ابن عمك عماليوس ويلاقيه هو نفسه بقى في مواجهة إيه طفان من الأراء اللي بتبص له وبتاع فهو بينكمش أو هي بتنكمش مهم إن إحنا نقول للأهل الكبيرة دي العائلة الكبيرة الأعمام والأخوال وولادهم ياريت كل واحد يبقى في حالهم بلاش نضغط ونحط يعني شوحنة نفسية وانفعالية يعني على أهل كلهم ونبقى بنشحنهم بزيادة ضد ابنهم والنقطة التانية نيجي بقى للأسرة إن الأسرة محتاجة الأب والأم أنت ابنك أهم من المجموع وحياته ودنيته مش وقفة على المجموع ومش المجموع هو اللي هيديره المهارات الاجتماعية ومهارات النجاح في المجتمع والزكاء الاجتماعي والزكاء العاطفي مش المجموع اللي هيعمل ده فياريت تركز في إنه هو يبقى شخص ناجح أحسن ويبقى شخص يعني متصالح نفسيا وما تسيب لهش ذكرى وحشة يفضل فاكر طول عمره مهما قلت لأن الناس بتقول دايما أو الولاد دايما بيعندهم فكرة الكلام اللي طلع في وقت الزعل هو ده الكلام الحقيقي هو ده مش شرط ولكن بيبقى عندهم الفكرة ذي فيتقال بقى إنه هو بابا مقالف اليوم ده إن أنا عمري مهنجح وانت أحبطني وفي كلمة سيئة جدا ممكن تستخدم أنت فاشل طبعا ولكن ده بتقال معظم الوقت ده حكم ده لكن بقى كمان لما بتبقى بالمجموع بقى بيبقى للأب إن أنت ضمرت أحلام بقى كلام كبير أو كمان عن فاشل إنه هو الأب كأنه متعلق كل أحلامه حياته بهذا المجموع اللي لما مجاش هو كده الدنيا تغيرت بالنسباله وإن الولد ده ملوش أي قيمة وإزاي الضغوط النفسية دي مرضو حضرتك لازم تنبيه بها الأباء والأمهات اللي تبقى على الطالب ممكن الضغط النفسي يعمل مشاكل عضوية وأمراض عضوية بعدك أيوة ده جزء مهم جدا إن الضغط النفسي الحقيقة بيعمل مشاكل عضوية تصل للسرطانات والأورام وتصل إلى يعني طبعا تفعولات بقى جزء الأبحاث العلمية في معظم مرضى السرطان إن الجزء النفسي مهم جدا علشان هو يخف ويتحسن وفيه ناس خفت بمجرد الدعم النفسي وإن هي كانت كويسة نفسيا ومدعمة من اللي حواليها وعندها أمل كبير في الشفاء فتحسنت الدنيا لأن ده كل ده بيأثر على جهاز المناعة وجهاز المناعة هو اللي بيقاوم السرطان وجهاز المناعة وبقية الأجهزة والهرمونات هي اللي بتزبط حركة الجسم ولكن نلاقي إن الأهل الضغطين قوي دول الأطفاء اللي أولاد أولادكو ممكن يجي لهم توطر عصبي وممكن يجي لهم قولون عصبي وممكن يجي ضغط عالي ممكن يجي السكر حتى ممكن يجي المرض السكر يجي بسبب التوتر والضغط الشديد المستمر ده فمش لازم نأذي أولادنا ممكن ينتحروا أبسط حاجة هو يعني حاجة من الحاجات اللي بتحصل معاهم إن إحنا مش محتاجين نضغط الضغط الرهيب ده لأن في الأول وفي الآخر إحنا كلنا موجودين في حلقة كبيرة واسعة مش لازم نبقى زي ما احنا عايزينها بالضبط هتمشي زي ما احنا عايزينها شكرا لك يا دكتورة دكتورة صفاء حمودة وأستاذ مساعد طب النفس في جامعة الأزر نورتين وشرفتين وأعتقد أن ده موضوع مهم جدا بيهم كل أسر مصري شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لحضرتك